لن ينضم إلينا من تول كرم مراسل الغد خالد الدير خالد مرحبا بك أبدأ معك بجديد التطورات والتفاصيل حول ما جرى في شرقي مدينة قلقيليا في الضفة الغربية نعم بالفعل الصلاح قبل نحو الساعة مقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتفجير مركبة منفذ عملية اطلاق النار التي استهدفت حافلة للمستوطنين إلى شرط من مدينة قلقيليا منذ ساعات الصباح الباكر عطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذه المركبة والتي قال أنها تعود لمنفذ العملية وعطر بداخلها على عبوة ناسفة محلية الصناع قبل قليل قام جيش الاحتلال بتفجير هذه العبوة بداخل المركبة ورصد دوي انفجار كبير هز أرجاء المنطقة الشرقية من مدينة قلقيليا تحديدا في محيط بلدة جيوس التي تتعرض لحصار كبير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب طبعا قرى وبلدات عزون والنبيليات وعزبة الطريق في تلك المواقع جيش الاحتلال يواصل عمليات التنشيط والبحث والحواجد العسكرية ودفع بجرات عسكرية إلى المنطقة قامت على إغلاق عدد من الطرق الفرعية الرابطة بين هذه القرى الاحتلال الإسرائيلي قال في بجام المتحدث بسنين بأن المنفذ تمكن من الانتحاب سيرا على الأقدام في إطار ذلك يواصل الدفع بقوات كبيرة ونشر للحواجز العسكرية في إطار عملية الملاحقة طبعا جيش الاحتلال قام من مصادرة تسجيلات الكاميرات المراقبة المنتشرة على طرقاته بعد المحالة التجارية في بلدة عزون وكذلك أيضا زيوت إلى شرق من مدينة قلقية المشهد لازال متوترا وحتى هذه اللحظة نستمع حتى من مناطق جنوب تلكرن إلى تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي طائرات الاستطلاع والطيران المروحي الأباتشي في إطار استمرار عملية الملاحقة المستمرة منذ قرابة 13 ساعة وحتى هذه اللحظة في إطار الوصول إلى منفذ عملية إطلاق نار التي أثرت عن إصابة مزندة لجراح حرجة وكذلك أيضا مستوطن بجراح ووصلت ما بين طفيفة إلى متوسطة قبل قليل أيضا تبنت كتيبة جنين صرايا القدس عملية إطلاق نار استهدفت حاجزي سالم وكذلك أيضا دمتان إلى الغرب والدنوب من مدينة قلقية تم استهداف هذين الحاجزين العسكريين بواب الكتيف من الرصاص ومفق بعنات كتيبة جنين صرايا القدس فإن المنفذين تمكنوا من الانسحاب من المنطقة يضاف إلى ذلك طبعا أن مستوطنين قبل قليل نشروا استجابة لدعوات ومطالبات رجع رئيس مجلس مستوطنان شمال الضفة الغربية يوسي ديانا الذي طلب بعادة فرض الحوائز العسكرية وتجديد الإغلاق على القرى والبلدات الفلسطينية يلدعو إلى مسيرة بالقرب من مستوطنة كارني شمرون وهي اعتقى على محاذاة الشارع 55 التي وقعت به العملية إلى الشرق من مدينة قلقية قرب بلدة عزون بطبيعة الحالة المسيرة من المتوقع أن تنطلق تمام الساعة الثامنة ونصف مساء هذا اليوم وبطبيعة الحال لا يعلم ما هي خط سير هذه المسيرة ستمر بالقرب من القرى والبلدات الفلسطينية التي أساسا تشهد إغلاقات كبيرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق في إطار استضرار عمليات الملاحقة والتنشيطة التي يواصل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتحريض على الفلسطينيين من قبل الجماعات الاستيطانية بمهاجمة القرى وإعادة إغلاق القرى والبلدات الفلسطينية بالحواجز العسرية والسواتر الترابية أشكرك شكرا جزيلا لك خالد الدير مراسل الغد كنت معنا من طول كارب شمال